احسن الله اليكم وهذا ايضا يقول لنا مسجد مبني على القبور وهو المسجد الوحيد بالمنطقة فهل تجوز لنا الصلاة فيه هذا فيه تفصيل ان كان لكم قدرة على تغيير هذا الواقع فغيروه اذا كان القبر سابقا على المسجد وبني المسجد عليه فانه يهدم المسجد ويبقى القبر اما ان كان العكس ان المسجد قديم والقبر حدث فيه بعد ذلك فانه ينبش القبر ويدفن في المقابر ينقل الى المقابر ويبقى المسجد على حاله يفرغ من القبر ان كان لكم قوة قدرة سلطة اما اذا كان ما لكم قدرة فابتعدوا عنه مصل في مسجد ليس فيه قبر لا تجوز الصلاة ولا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد اي مصليات والنهي يقتضي الفساد ولان هذا وسيلة من وسائل الشرك فابتعدوا عن هذا المسجد الذي فيه قبر وانتم لا تقدرون على تغييره نهى نهى ترجمة نانسي قنقر